وصل الفريق الحكومي اجتماعاته المشتركة مع لجنتي شؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022 وقد عقد اليوم عقد الفريق الوطني الحكومي الذي ضم كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة اجتماعا مشاركا عن بعد مع لجنتين الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب حيث تم مناقشة عدد من المواضيع أهمها مواصلة برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وتطوير الخدمات الصحية وتعزيز الخطط المتصلة بتونويع وزيادة نمو الاقتصاد الوطنية وأكد الفريق الحكومي أن مصلحة المواطن أولوية في برامج وخطط الحكومة وهو ما حرصت عليه في إعدادها لمشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021-2022 منوها بأن الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية حرصت على تحقيق كل ما فيه الخير للوطن والمواطن من رغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وتحديات انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية وأشار الفريق الحكومي بأن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 وضعت المواطنة محوراً أساسياً عبر ما تم مراعاته من مبادئ عند صياغة مشروع الميزانية مؤكداً بأن هذه المبادئ ترتكز على مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فعليتها وتطويرها منويهاً بأن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وكان الفريق الحكومي الذي يضم كل منه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء عقد أمس اجتماعاً مشتركاً عن بعد مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب تم خلالهم ناقشة خطة وزارة شؤون الكهرباء والماء للوصول للتوازن المالي مع التأكيد على الاستمرار في دعم المواطن في مسكنه الأول إلى جانب خطة تطوير التعليم والتدريب ترجمة نانسي قنقر